النهاردة كمان في كرة القدم في النشئين الاهلي فاز على الزمالك موليد 2007 اربعة تلاتة بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة في مدينة نصر بالتعادل 2-2 الاهلي بهذا الفوز رفع رصيده لستين نقطة انتم عارفين انه في ركلات الترجيح يعني نظام البطولة اولا البطولة معمولة على نفس النسق اللي عايزين يعملوا بيه الدور الممتاز الجديد الاستثنائي يعني كل الفرق لعبت مع بعضيها راوند كامل وبعد كده خادوا العشر الاوائل بيلعبوا مع بعض لتحديد البطل ومراكز المقدمة وخادوا البقيين بيتنفسوا ايضا في دورة اخرى على بقية المراكز تشابه الدور المقترح للسنة الجديدة هو نفس النظام المقترح للسنة الجديدة تجرب السنة دي في بطولات النشئين وفي دور المحترفين ايضا فوفقا لهذا النظام عاملين هم حاجة انه في قطاعات النشئين كلها كل مباراة النشئين لازم ان تنتهي بفوز فاذا كان اي مباراة تنتهي بالتعادل كل فريق هياخد نقطة يلعبوا ضربات ترجيح الفائز ياخد نقطة كمان يبقى خاد نقطتين من الفوز بركلات الترجيح لو كان كسب المباراة في وقتها القانوني كان هيبقى واخد ثلاث نقاط بالنهاردة الآلي خاد نقطتين كان عنده تمانية وخمسين عز الصدارة لبطولة الجمهورية بقى عنده ستين نقطة من الفوز في سبعتاشر مباراة والتعادل في ثلاثة والفوز بركلات الترجيح والتعادل في ثلاث مباراة وخسارة ركلات الترجيح وخسارة مباراة واحدة وسجل خمسة واربعين هدف مقابل تسع اهداف في مرمان مسابقة قوية بالنتاج دي مسابقة قوية طبعا الجهاز الفني للآلبي يضم أسامة زكي المدير الفني وإيهاب عبد العاطي مدرب مساعد وأسامة بوهاشم مدرب حراس المرمى وعماد عبد الهاد الإداري وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني وعبد الرحمن مكي أخصائي التدليج في كرة السلة رجال النادي الآلي حققوا فوز مهم على الجزيرة ستة وتسعين تمانية وسبعين النهاردة الفوز ده خلى الآلي بيتصدر الدور الترتيبي لدوري السوبر في منافسات كرة السلة وكان الآلي فاز في المباراة السابقة على سموحة أربعة وسبعين تمانية وخمسين في نفس البطولة ولحظوا أنه ما شاء الله بطولات الآلي أو فرق الآلي الرياضية سواء على مستوى الطائرة أو السلة أو اليد في كل ألعاب الصلاة باشموندس تفوق مرحوظ للأهل محافظ على هذا الترتيب المتكرر في الألعاب الصلاة عملية صعبة جدا 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 إنك تتفوق وتحافظ على تفوقك لأن مش بس دي عايزة وانت بتاخد بالأسباب عايزة إنفاق وعايزة ميزانيات وعايزة حوافز إنما يعني الآلي أكتر رقم حيبقى سعيد بيه على أزمة وأضيح